تائج بانت ومبررات شركة الكهرباء سابقاً صارت هباء منثورة الشركة قالت على طاولة نبض البلد سابقاً أنها لم تحمل الفاقد للمواطن واللجنة اليوم قالت عكس ذلك الشركة قالت أنها ملتزمة بقراءة العددات في وقتها والنتيجة القراءة في غير موعدها كلياً كل حديث الشركة وتبيرات المسؤولين عن القطاع كانت نثراً والمواطن صفحة طبعت عليها آثار ارتفاع الفواتير قبل الخوض ورفع الضغط أكثر متابع هذا التقرير تأخر في قراءة العددات طال 91% من المواطنين و50 مليون دينار قيمة الفاقد في ثلاثة أشهر تحملها المواطن و 270 ألفاً منهم انتقلت شرائحهم من الأدنى للأعلى هذا أبرز ما جاء في تقرير اللجنة النيابية المشتركة لدراسة ملف فاتورة الكهرباء رئيس لجنة طاقة النيابية أكد عقب هذه النتائج أن هناك إدارة فاشلة تقود قطاع الكهرباء في الأردن خفايا كثيرة كشفت في ملفات طاقة الحكومية أكدت أن التعقيد في التعامل معها سببها نظام الشرائح والإجراءات غير التقليدية مما يدعو لإعادة دراسة آلية عمل القطاع بدءاً من الانتاج مروراً بالنقل وصولاً للتوزيع جدل الفاقد الذي يتحمله المواطن على الفاتورة جعل أعضاء اللجنة يتوسعون في طلباتهم مثل إلغاء بند فرق أسعار الوقود ورسوم التلفزيون والنفايات إضافة لمعالجة نظام الشرائح الذي يعتبر المدخل الأكبر لرفع قيم الفواتير نواب رفع الصوت بأن الأردنيين يعاقبون على بيع مقدرات الدولة وأن خسائر قطاع الطاقة لا يجب تكبيدها للمواطنين نسبة الفاقد ارتفعت والقراءة تأخرت والأموال جمعت وحسابات شركات الكهرباء من مال المواطن امتلأت فهل هكذا القصة انتهت؟ الليلة إذن نريد أن نعرف كيف ستكون نهاية الحكاية وهل نتائج التقرير وتوصياته تغلق الملف كيف نحمي المواطن وكيف نسامح على عبث الشركة بمال الأردنيين غرامة عبث المواطن بالعداد 500 دينار فما هي غرامة عبث الشركة بجيوب المواطنين جميعا؟ من يعوض الناس عن سنوات العبث السابقة؟ ففي كل عام نفس الحكاية كما نشهد ونفس التبرير وتمضي الشركة دون أدنى احترام لحقوق المواطنين كبسة الزرية وزيرة الطاقة لم تكن في مكانها وأصبح التأخر في كبسة زر عداد القراءة هي أصل الحكاية بين كبسة المواطن وكبسة شركة الكهرباء ملايين دينار من جيوب المواطنين سريبت قد يكون المشكلة في تغيير النمط في استخدام الكهرباء اللي أصبح استخدامها للتدفئة بعد ما كنا متعودين على صوبة الغاز وعلى صوبة الكاز لا ربما كبسة الزر هي صارت أسهلنا لكن للأسف كبسة الزر هذه هي مكلفة اشتركوا في القناة